أكدت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ضرورة تقيدي هوات اقتناء الصقور باستخراج وثائق سفر خاصة بها لضمان سلسة تنقلها من الكويت وإليها مدير إدارة الصحة الحيوانية بالهيئة الدكتور عبد الرحمن الكندري بيّن أن هناك بعض الحيوانات والطيور من بينها الصقور يتطلب نقلها بين دول مجلس التعاون الخليجي وثقة سفر وفحوصات صحية معينة تضاف إليها شهادة من الدولة المصدرة للطيور في حالة تنقلها خارج منطقة الخليج وأشار الكندري إلى أن الجواز يعد ملكية شخصية لصاحب الصقرة تدون فيها كل المعلومات الخاصة بالمالك والصقرة الكندري أشار أيضا إلى أن تنقل الخيول يتم وفق نظام دولي يقضي بفحصها قبل تصديره أو استيراده في مختبر معتمد دوليا داعيا الراغبين في استيراد الحيوانات لمعرفة الشروط اللازمة لذلك ترجمة نانسي قنقر